أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية اجتماعاً تأسيسياً لمنتدى شركات تقانة المعلومات في مقر الجمعية في دمشق بهدف بناء تعاون السورية شمس وتطلق الخدمات المعلوماتية بين شركات تقانة المعلومات والعمل على تطوير البرمجيات في سوريا بما يتوافق مع المعايير الدولية بالحقيقة أنه في عندنا برمجية كثير موجودة بالسوق وأي شركة إن كان عامة أو خاصة حابة أن تقتني هذا البرنامج ما بتعرف أنه وين موجود بأي مكان بأي شركة مين ممكن يقدمه مين عنده خبرة فيه وبالتالي إحنا صار لازم نجمع هالخبرات هاي كلها بمنصة واحدة نقول للشركات أنه مين عنده هاي الخدمات يقدمها هلا يقول أنه شو الخدمات الموجودة عنده أصلاً طبعاً الخدمات ممكن تكون هي منتجات برمجية ممكن تكون دراسات ممكن يكون أي شيء إلو علاقة بالخدمات المعلوماتية طبعاً هاي الخدمات المعلوماتية ستكون متاحة للكل إن كان شركات خاصة أو عامة والمستفيدين ممكن يسجدوا بهالمنصة هاي وتقوم يستفسروا عن أي شيء بدون إياه هذا المنتدى هو بالحقيقة إيجاد ضرورة فعلية لمواكبة استراتيجية تحول الرقمي لطرحية الحكومة السورية كان فيه توجه عند إدارة الجمعية عند مجلس إدارة الجمعية بضرورة إشراك جميع الشركات العاملة بقطاع المعلومات والاتصالات ضمن سوريا بعملية إنجاز عملية تحول الرقمي ضمن المجتمع السوري الاجتماع تضمن الشركات السورية العاملة في قطاع تقانة المعلومات حيث ركز الاجتماع على مناقشة مسودة نظام عمل المنتدى إضافة إلى إطلاق منصة الخدمات المعلوماتية صناعة البرمجيات هي الصناعة الرائدة في العالم يعني هلا حالياً وطبعاً لا شك أن صناعة البرمجيات بتعمل دفع كثيرها إلى الاقتصاد والاقتصاد المعرفي طبعاً إذا بنا نحكي وهلا حالياً عم بتمر سوريا بعملية التحول الرقمي فلا شك ضرورة جداً مهمة لأنه نجمع هذه الشركات البرمجية بسوريا لحتى ممكن الجمعية من خلال المنتدى اليوم عنها الاجتماع التأسيسي لإلوه ممكن يساعد هذا المنتدى الشركات بشكل تعاملها مع القطاعات الحكومية ممكن حتى تساعد الشركات الجمع مع بعضها حتى ممكن يستلموا مشروع ضخم وصير تأسيم لها الأعمال بين الشركات مع بعضها لبعضنا الهدف أن يكون لحنا فعلاً هالخوادر اللي عم تتخرج من الجامعات نقدر نستثمرها صح نوجهها لتطور ببلدنا لتحولها لتحول رقمي رائح نوفر الكهرباء نوفر على المواطنين نوفر مواصلات كثير شغلات تتوفر بهالتحقيقات نحنا كشركات برمجية عم نستقطب هالناس هدول عم نحاول نعملهم تجمع لأنه في عنا خبرات لنعمل مشاريع تحول رقمي كثير حلوة وفعلياً الشركات الموجودة كلها مساهمة بتحول رقمي لكثير من المنصات الموجودة بسوريا نحنا بحاجة فقط لأنه يكون عندنا مثلاً أقوله صوت يدعم التوجه للتحول الرقمي نمنع دخول الناس اللي ما لهم مختصين تكون في عندنا مثلاً أقوله هذا التجمع ليحكي بإسمونا والشركات مع معاناتهم تسهم هذه الشركات في عملية بناء المجتمع المعرفي الرقمي السوري كما تساعد في تنظيم وتطوير سوق تقانة المعلومات وتوفير الفرص للمؤهلين